بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا فار الله وابن فاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لغد عظمة الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البايت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة غتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من غتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبا ولعن الله ابن مرجانا ولعن الله عمر بن سعدين ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجات وألجمات وتنقبات لقتاله بأبي أنت وأميك لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمبالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياءكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتغرب إلى الله ثم إليكم بمبالاتكم ومبالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياءه وأتباعه إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لما أولاكم وعدوا لما أعوداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم غدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والآب اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمته ومغفرة اللهم اجعل محياه محياه محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بن أمياه وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن ومغف وغف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعابيتا ويزيد ابن معابيتا عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياده وآل مروان بغتلهم الحسين صلوات الله عليك اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب اللهم إني أتغرب إليك في هذا اليوم وفي موغف فيه هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطابعت على غتلك اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم العي يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشبرى وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مران إلى يوم القيام اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصقوا بالحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام